سيد زدوحة حضرتك خطي التجربة البرلمانية في 2021 وأعتقد أنه هي التجربة يعني أكيد تركت جواكي قناعات معينة أو حفزتك على أشياء معينة تجربة البرلمانية واحتكاك بالناس ومن ثم القضايا العامة والمجتمع أمر مختلف تماماً وممكن يبتعد شوية عن شخصية المبدع اللي بيميل إلى الهدوء ويرقب العالم من بعيد ويتابع وأنا ما زلت في التجربة البرلمانية لسه في الدورة البرلمانية وأنا في الحياة مش متفقة مع فكرة المبدع يرقب العالم من بعيد أنا رأيي الإبداع يولد من رحم التفاعل مع الناس أن أنا بتفاعل في الحياة مع الناس وبعد كده براجع هذا التفاعل لكن الإبداع اللي هو بي دي ما درستي يعني أنا بكتب فصة الناس أرى الفكرة أن كنت ممكن أبقى ماشية في الشارع وأبقى قاعدة وبتكلم مع الناس وفجأة أجي لي فكرة كتابة فأقعد أركن في أي حتى أكتب وبالتالي ما كنتش حاسة أن التجربة البرلمانية بعيدة عن مشاعري تجاه فكرة التفاعل طبعا هي فيها مدتنيش وقت للكتابة وده أكيد مفيش وقت للكتابة جارت على حق الكتابة جارت على حق الكتابة وبالذات الرواية يمكن عشان كده اتجهت لفكرة القصة القصيرة أن كل فترة لو لقيت ساعة ممكن نص ساعة أكتب قصة والحمد لله تجمعت مجموعة قصصية يعني لسا من أول مبارح كتبة تمت فإن شاء الله تصدر قريب جميل هتحمل عنوان إيه؟ لسا مخترت لهاش عنوان حتى بس هي القصة كل قصة لها عنوان لكن المجموعة نفسها طبعا لسا يعني برضو تنويعات على المجتمع وشرائحه ولا؟ هي 26 قصة لحد الآن يعني هي تعتبر خلصة بتتراجع دلوقتي بس مراجعة نهائية وبعدين يتم اختيار الغلاف والعنوان فيها يعني تنوعات مختلفة القصة القصيرة مزتها أنه فكرة لقطة رؤية ممكن تعد في نص ساعة تكتبها والموضوع خلص غير رواية رواية عايزة قعدة وبنى وكده يعني فميزة تجربة البرلمانية بالنسبة لي مش الاحتكاك بالناس ومشاكلهم يعني يمكن ده أنا كنت موجودة فيه أنا طول عمري مع الناس بأشكال مختلفة الميزة الزاوية الأخرى كيف ترى الحكومة مشاكل الناس وكيف يرى الناس مشاكل الحكومة يعني إزاي الحكومة بتتعامل مع المشكلة القاعدة اللي بتنطلق منها والناس شايف الحكومة إزاي طبعا أنا كنت طول وقت مع الناس أول مرة بقى قريبة من الحكومة فبدأت أشوف أحيانا بتبقى الحكومة صحة مش زي ما الناس طول وقت فاكر وأحيانا بتبقى غلط مش زي ما الحكومة طول وقت فاكر طب فجوة المعرفة وعلشان الناس توصل لما يريده الحكومة أو ما تقصده الحكومة إيه؟ الفجوة دي بتيجي منين؟ أولا عدم الشفافية يعني نمرة اتنين أنه أنا اكتشفت مثلا 80-90% من المشاكل اللي الناس بتيجي تطلبني أساعدها أنها تحلها هي من حقها قانونا بس هي ما تعرفش الطريقة دي حاجة الحاجة التانية أنه في الآخر الحكومة هي جهاز التنفيذي لما يطلبه الشعب أو لما يحتاجه الشعب فضروري جدا أنه وطبعا ده دور البرلمان في الحقيقة دور البرلمان ودور المؤسسات كمان زي نقابات وأنه يبقى فيه دايما تواصل علشان يحصل حالة التفاهم دي لكن التجربة مفيدة على كل نوستويات حتى ككاتبة برغم أن ما كتبتش لأن فيها بعد آخر بعد ما كنتش عرفه بعد الجهاز التنفيذي ومشاكل وتحدياته مشاكل وتحدياته وظروفه وإزاي بيتعامل وإزاي إمتى بيبقى عنده حق وإمتى ما عندهش حق في فترة معينة قلنا أنه الكل بيتصدر العمل العام أو بيأخذ منصب يكلف بمنصب ده الله يكون في عونه لأنه الناس لن ترضى عنه وهيحاول أنه هو يشتغل لكن في النهاية هيلحقه ما هيلحقه ممكن من كلامه ولوم وتحميل المسئولية في يعني حتى على السوشيال ميديا أيضا في ناس كتيرة من حتى ممن طلب منهم أنهم يتحملوا مسئوليات وزارات معينة أو إدارات أو هيئات معينة وكان كف إليها وأحجم ورفض وقال لك أنا مش عايز وجع دماغ دي برضو مشكلة كبيرة شايفاها إزاي حضرتها طبعا دي مشكلة كبيرة لأنه إحنا يعني نبتدي من الأول إحنا عندنا مستوى التعليم عامل إزاي مستوى التعليم ضعيف وبنحاول بقدر الإمكان أن نهوض بمنظومة التعليم لأنه البداية من هنا أنا كدولة مسئولة عن أن أنا أوفر تعليم جيد وهذا التعليم هو اللي هيخلق وعي وهذا الوعي هو اللي هيخلي الناس تتعامل مع المسئول مش أنه هو يقدر على كل شيء ويأمل كل شيء تتعامل بموضعية وساعتها هيبقى فيه تقييم للمسئول بموضعية وفي هذه الحالة المسئول مش هيخاف حضرتك بترفعي دايماً شعار الثقافة حق للجميع وفي المجلس أيضاً شايفة إلى أي مدى بيطبق هذا الشعر؟ إحنا بنحاول طبعاً طول الوقت أو أنا بحاول طول وقت مع زملائي كمان في لجنة الثقافة لكن مش طول الوقت قادرين نعمل اللي إحنا بنحلم به يعني لأنه بتقابلنا تحديات الحكومة طبعاً يعني الثقافة ما قدرش أقول إنها أولوية بالنسبة لها وما أعتقدش في مجتمعاتنا يعني الثقافة كانت أولوية في يوم من الأيام أحياناً تبقى موجودة في الاهتمام وأحياناً تبقى بعيدة تماماً عن الاهتمام لكن هي مش أولوية في أزمات طول الوقت بتتعرض لها المشهد الثقافي زي آخر أزمة المسارة هذه الأيام هي إزالة المسرح العائم وأنا تقدمت بطلب أحاطة وكثير من النواب تقدموا بطلب أحاطة لفهم خلفية هذا يعني ما تردد لحد الوقت إحنا مش عارفين إيه بالزبط فما تردد وإحنا بنحاول زود المسارح مش نقللها يعني الثقافة بالمعنى المباشر إنما بالمعنى الشامل وهو بناء الإنسان ودي استراتيجية الدولة المصرية كلها بتسعى لها وترفحها الآن إعادة بناء الإنسان وتكوين الشخصية المصرية ده مهمة جداً ولكن إعادة بناء الإنسان له يعني إحنا بنبني مبنى اللي هو الإنسان ده لطو بتحط فيه أو له حاجات منها الثقافة ومنها التعليم ومنها الترفيه ومنها السياحة ومنها الصحة يعني كل مكونات التي تجعل الإنسان يكون في حالة صحية أفضل في حالة تعليم أفضل في حالة اجتماعية أفضل حتى القدرة على أنه يعني أنه يسافر جوه بلد ويتفرج عليها أنا طبعاً في الأول يعني سياحة جزء مهم جداً على فكرة من تكوين الوعي طب من وجهة نظر حضرتك وأنا أختم يعني بهذا السؤال الحقائب الوزرية اللي بتتقاطع مع وزارة الثقافة في تنفيذ الاستراتيجياتي وتحقيق هذا الحق على الأرض الثقافة حق للجميع إيهي الحقائب الوزرية الأخرى؟ الأمر واحد طبعاً التعليمي التربية والتعليم وأنا رأيي كمان أنه السياحة والتعليم العالي وقلت صلاة تقريباً كله يعني ما نقدرش نقول الثقافة هي يعني هي نتيجة لكل المدخلات دي ومنها كمان المدخل الأصلي اللي هو موروثك الثقافي بتاريخك بجغرافيتك كل ده يعني بيتكتف مع بعضه عشان يعمل الشخصية المصرية صحيح صحيح